أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة مصرية للتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا الأشقاء في الدول الأفريقية وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وخلال جلسة حوارية بعنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة بإفريقيا ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي صحة إفريقيا قال الرئيس السيسي إن القدرات المتواجدة في مصر متاحة للأشقاء مشيرا إلى أنه يكن تقديرا واحتراما إنسانيا لكل من يعاني ليس فقط بإفريقيا بل في كل دول العالم ما لدينا بإخلاص متاح لكم كمشاركة كتدريب كتعليم كعلاج كنقل خبرات أو تبادل الخبرات نحن مش مستعدين نعمل ده وزيادة في كل المجالات حتى في صناعة الدواء مع اللي هو اللي إحنا بنقول فيها أنه فيه فرصة كبيرة ويمكن زملاءنا أتكلموا عن موضوع تصنيع اللقاحات وهنا اسمحوا لي أن أنا بتواضع أعلن مبادرة يعني بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية وأرجو أن هذا يتم تنسيقه مع الاتحاد الإفريقي